سبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله بسميما كثيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله مرحب الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة عصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله عظم وأكبر والله الحر عظم وأكبر نبيرا والحمد لله كفيرا وسلم الله مقوة وعشيدا الله أكبر الله الله أكبر الله لا إله الله أكبر الله الله أكبر الله والحمد لله كفيرا والحمد لله 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر أكبر الله 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 أكبر ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأنفال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تخسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواهد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفاد صابرهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الهساب هذا بلاد للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمدى ربنا وعاك الحمد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمدى سمع الله لمن حمدى سمع الله لمن حمدى السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الله أكبر لا نعبد سواه الله أكبر الأول بلا بداية الله أكبر الآخر بلا نهاية الله أكبر الرازق بلا مشقة الله أكبر المميت بلا مخافة الله أكبر المحمود على كل حال الله أكبر المحمود في السر والعلن الله أكبر عند الرفع والنزول الله أكبر كلما رفع المنبر الله أكبر كلما قال المؤذن الله أكبر الله أكبر كلما بدأ المتوف بالله أكبر الله أكبر كلما أراد رامي الجمراس فقال الله أكبر الله أكبر فيما نحب ونكره الله أكبر من كل شيء الله أكوى من كل شيء والله أعلم من كل شيء والله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأعظم من كل شيء الله أكبر من كل كبير نتخيله الله أكبر من كل كبير لا نتخيله الله أكبر من السماوات والأرض الله أكبر اللهم لك الحمد أنت كما أثنيت على نفسك لا نحسي ثناء عليه أنت كما أثنيت على نفسك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اجتمع العبيد في هذا السعيد في يوم النهر في يوم العاشر من شهر ذي الحجة ليشكر الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطن فلك الحمد على نعمك الظاهرة والباطن اجتمعنا لأداء صلاة العيد اجتمعنا لأداء صلاة العيد وتقديم النسك تكربا إلى مولانا عز وجل فلك الحمد يا رب العالمين الآن ما يسرت لنا من بهيمة العنآم ولك الحمد على كل شيء معشر المسلمين ليس العيد بلفس الجديد ليس العيد بالخروج بالمنظر الرائع العيد معشر المسلمين أن يتذكر كل واحد مننا المسؤولية الموتكة على عناكه فالآباء وعلى الأباء على الآباء في البيوت ان يعتنوا بتربية اولادهم تربية صحيحة وعلى الامهات في البيوت ان يعتنون بتربية الابناء تربية صحيحة على الكبار ان يعتنوا بتربية النشأ وعلى السجار أن يحترموا الكبار وأن يحاولوا بفل ما فيه من شأنه رفع مستقبلهم أنتم عشر الشباب أنتم مستقبل الأمة الشباب أنتم مستقبل الأمة الأمة تمتظركم لا عير يأتي من الأمة بعد الله إلا بكم فالله الله الله في وطنكم أنتم مستقبل الأمة والله سائلكم عن أنفسكم والله سائلكم عن آبائكم والله سائلكم عن أمهاتكم والله سائلكم عن دينكم والله سائلكم عن أرضكم ووطنكم الله أكبر اعلموا معشر المسلمين أنه يجب على كل واحد أن يقوم بالواجب الذي ينتظره فالأمراء والملوك اتقوا لها في أراضيكم اجروه واحكموا في سلطتكم بالعدل فالله سبحانه وتعالى سائلكم اما فعلتم في ارضكم ايها الاطباء اجساد المرضى امانة على عناككم فلا تجعلها مصدرا لجمع الرزق والله سائلكم ايها التجار الله سائلكم فيما تبعون على الناس يا معشر الاعلاميين اتقوا الله معشر الاعلاميين اتقوا الله لا تنشروا غير ما يرضي الله عز وجل الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد اعلموا معشر المسلمين أنه ألوى لواجب على كل واحد مننا أن يوحد الله ويفرده بالعبادة فهذه الغاية التي من أجلها خلقنا يقول الجل وعسر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فمن جاء إلى هذه الدنيا ولم يعكك العبودية لله عز وجل جاء سفرا وسيرجع سفرا ومسوره إلى النار والعياذ بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر علموا معشر المسلمين أن الله سائلكم أن آبائكم وأمهاتكم فبر الوالدين سواء كانوا على حياة أو كانوا قدثوا في التراب فالله سبحانه وتعالى سائلكم أن آبائكم أحسنوا إلى آبائكم أمواتا وأحياء أحسنوا إلى أكربائكم أحسنوا إلى جيرانكم أحسنوا إلى الضعيف كبروا الكبير وعظموا الكبير وارحموا واعتفوا على الصغير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اعلموا معشر المسلمين أن المسلم على أخيه حرام دمه وماله وعرده واتق الظلم فإن ظلمه المات يوم القيامة ويسبب لك الإفلاس أمام الله عز وجل فمن أتى ربه بالظلم فإن صلاته وزكاته وصيامه وحجه وكراءته للقرآن ووعظه فإن هذه كلها لا تنفعه يقول المولى عز وجل ونضع الموازين القصة اليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الله أكبر الله أكبر يا معشر المسلمين يقول عز وجل فصل لربك وانحر الأمة قد أده الصلاة والله ينتزر منكم النسكة هذا النسك شرعه الله عز وجل على لسانه في القرآن وعلى لسان نبيه فقال عز من كائل فصل لربك وانحر انحر وفي نيتك نيل مرضات الله انحر واذبه وفي نيتك تنال الأجر من اند الله اذهب اذبه وفي نيتك أنك تفعل ذلك خالصا لله عز وجل يقول المولى جل وعس لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم واعلموا أن هذه الأضهية تجزئ من ثمانية أشاشيا يقول مولى عز وجل ثمانية أزواج من الضعن اثنين ومن المعز اثنين ومن البكر اثنين ومن الإبل اثنين ولا بد لكل منها أن يبلغ سنا معتبرا الله اكبر الله اكبر ضحوا واعلموا انكم اليوم كان معكم جيرانكم وكان معكم اكربائكم وكان معكم من تهبونه وكان معكم سملاءكم على هذه البسيطة قد تعيدوا وصلوا معكم عيد العراء عام الماضي لكن أين هم اليوم أين هم اليوم قال فكرت ربما يكون هذا العيد آخر عيدك تشاهده فاتك الله أنت اليوم تمشي على الأرض بدا تكون تحت التراب وكل ما فوق التراب تراب يا نمو معشر المسلمين أن الدنيا كليل أن الدنيا كليل وقد مضى منه الكثير ولم يبق من قليله إلا قليل ولك من قليل الدنيا كليل وقد سبك من قليلك الكثير وما تدري متى يأتيك منادي يناديك لينقلك من الأحياء إلى الأموات الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رحمك اللهم رحمك اللهم رحمك اللهم رحمك اللهم رحمنا وتكبل منا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة لكن عذاب النار ربنا لا تذيق قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعث رحمة للعالمين وعلى الأهل والصحب الكرم وأننا معهم بعفوه وجوده وكرمه وإحسانه إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وإلا الله أكبر وإلا الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 لمن تبعون الليل لا يمكن أن يكون هناك حلقة مرداء ربري نكفاه مرداني المسلمي كابير فوني مرداء أيانس كاميمي بيزم كايانن بيتم كايانن كمسلمي تمام بلا أيضا نلعن لغر الدنيا حرام حلال سلا زادم فاكتا حلال سما زادم فاكتا كتباتيرا نتولي تلاشا يدن بيدبلسو تلاشا اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 we are recommended to slaughter seven and eight animals as for camel we don't have it here but if it happens to be in a cattle there it must reach two years before you can use it to sacrifice for all the hair a sheep must reach six months and above and a goat must reach one year and above and it is not about what you sacrifice or the number of cattle or animals you sacrifice no this is not what they call it this is not what they call over here the number of what you sacrifice cannot fetch the blessings of Allah to you cannot fetch the mercy of Allah to you cannot make you a lovable person to the sight of Allah no the only thing that you can use to meet the love of Allah the mercy of Allah is the pietyness fearness of Allah subhanahu wa ta'ala may Allah subhanahu wa ta'ala accept our prayers may he bless the congregation a lovable person and that is not what they call it as if if the people of Allah may may ترجمة نانسي قنقر 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 لا أت mają المالي أنت لماذا سألت بيتها أشياء تتو أنتظ especie الذي سوى ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر